إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفعه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فهو المهتدى ومن يضل فلن تجد له ولي مرشد وأشهد أن لا إله إن الله وحده لا شريك له سبحانه يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء بيدي خير إنه على كل شيء قدير وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خطه وحبيبه أرسله الله تبارك وتعالى رحمةً للعالمين وإمامًا للمتقين وحجةً علينا نحن الخلائق أجمعين فأخرجنا به من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان بالله رب العالمين فالله صلِّ وسلِّم وبالِق عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِن نَفْسٍ وَاحِدًا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالٍ كَثِيرٌ وَلِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي فَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ أَرْقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلَحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطَعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد إخوة الإسلام الله تبارك وتعالى في كثير من آي القرآن تجد أن الآيات تأخذ منحًا مختلفًا وهو منح القصص أو القصص قصة تقرأها الكثير منّا يتفاعل معها ويستنتع بها ولكن قليل منّا من يقف عندها ويقف عند العبرة والعظة من هذه القصص كثير في القرآن سيدنا إبراهيم عليه السلام مع قومه سيدنا نوح عليه السلام مع قومه موسى عليه السلام مع قومه إدريس يونس عليه السلام مع قومه سيدنا سليمان سيدنا داود لنقف كثيرًا عند دروسٍ مستفادة أرادها الله تبارك وتعالى من ذكر هذه القصص والقصص في القرآن وذلك مح أو فحوى قوم الله تبارك وتعالى في آخر آية من سورة يوسف يقول الله تبارك وتعالى لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبَرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابُ ما كان حديثًا يُفْتَرَى فسورة يوسف تأتي بعد سورة هود وسورة يونس وهذه السور الثلاثة قصت علينا كثيرًا من أنباء الأنبياء السابقين مع أممهم فاليوم من شهر الله تبارك وتعالى سأخف في هذه البقائب المعدودة مع نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى يخاطب مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى ونحاول سوياً أن نستخلص من هذا الحوار بعض الدروس التي أرادها الله تبارك وتعالى لنا من هذه القصة سوياً 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 القرآن لا يوجد أنه يقرر أم لا تقرر أو 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 فقط أمه في المنزل الكثيرًا القرآن الله تعالى سوياً أكبر وكبر أمام سوياً من الناس الذين يأتي معنا معه وفي الأخير المهم الأولى من هذه القصة هو إستطيع إعطاء الإضراء الإضراء إستمتعوا كما الله سبحانه وتعالى قال في سورة يوسف فيها في القصة في القصة المصدرين الذين يأتي معكم إبرا إستمتعوا للناس الذين يتفهم من أجل القصة المصدرين أفلا يتبعون القرآن لذلك السمع بلحث كما تبعين لديك في القرآن الكتبات تبعين من هذه القصة ويبسك عن ذلك ماذا كان الموادقاء ؟ شكرا على هذه القصة ويصلت لك من الكثير لديك في القصة والمتعددين والسلام اليوم سوف نتحدث عن هذه الأشياء تتحدث عن هذه الأشياء بين سليمان والسلام وأحد أحد الأشياء وهو صلى الله عليه الصلاة صلى الله عليه الصلاة أولاً 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 سليمان نبي الله تبارك وتعالى ابن داود عليه الصلاة أتاه الله تبارك وتعالى من الملك ما لم يؤته لأحد قبله ولا لأحد بعده وهذه استكابة لدعوة سليمان عليه الصلاة حينما قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعده إنك أنت الوهاب So you're talking about one of the great prophets of Allah subhanahu wa ta'ala who was given something that nobody before or after him got that's Allah subhanahu wa ta'ala gave him a special thing a great kingdom that nobody will get after him nobody got before him صلى الله عليه وسلم and that's what Allah subhanahu wa ta'ala said in surah he said O my lord O my lord forgive me اغفر me and bestow upon me ملكا أكدا that does not belong to anybody coming after me لا ينبغي لأحد من بعده Verily you are the bestower إنك أنت الوهاب but human being jinn birds wind everything يعني if you go through the ayat in both surah al-Namna and surah al-Sahat you will get many about that but but the most interesting thing that he got all of this he was a prophet for sure but it's that the idea behind that anything that you have in your hand has to be used for for a good cause for your religion الله سبحانه وتعالى gives you too much and look at yourself how much of what you have do you use for the service of your din of your religion Firstly تفقد الطيب فهل تفقدنا رعيتنا أول ما تستخلصه من حوار سيدنا سليمان مع الهدهد أنه مع عظم هذه المنلكة كان يتفقدها فردا فردا يقول الله تبارك وتعالى وتفقد الطيب فقال ما لي لا أرى الهدهدى أم كان من الضائبين استطير قلنا نؤفينا شوية So the first ayah that started or that start the dialogue between Suleiman عليه السلام and the popo is that Suleiman عليه السلام was checking on his soldier or his army his birds and he didn't find a home one little thing of this great kingdom but still he knows that it is his responsibility to check on everything under his guardianship so so he said وَتَفَقَّنَ الْقَيْرَةَ فَقَالَ this important example Allah subhanahu wa ta'ala gives you this guardianship over some other people responsibility over other people like the father at home again just repeating this very important point just ask yourself how many times or how often you check on your children how often how often especially if they live far or they don't live with you as we have in many families that they just they just don't feel comfortable living with us in the same house so you pick up your phone and ask where are they what they're doing your son what he's doing your daughter at her room what she's doing your wife she's outside what she's doing your husband outside what he's doing this is the only thing that we get that she checks on you 24-7 but you do check on her do you realize the importance that you check on your family because you're responsible for that and the hadith is third and we mentioned the hadith many times it is a responsibility you will be you will be asked in front of Allah subhanahu wa ta'ala so and if he was and he said he said what he does he don't see what he did or what he did and he said does he do what he's doing as he is and we are we are and we need to get to get or do or do or do or do great example or great listen take him from this ayah you have to be firm you are employer you have to be firm كما أنه تعالج ، يجب أن يتم كبير لذا ح ومتح أن يقوله إذا لم يأتي لا يقضي أفرار لماذا هو استعالى سأخذه بإذن سكيف سمع فضل لكنه يضع لعمل الشهر يضع لمنعه السبب إذا لم يأتي لأفرار فإذا لم يأتي بإذن سمع فإن أخذ والمرارضhan ا guys it's not going to be punished and this is your case with your kids with your children with your defense you're not going to punish them and give them a severe punishment but you're responsible you have to be firm these are the rules of this place that all of us we follow and we set this rule based on the instruction of the Quxar فقال عند سنة بضفور صلى الله عليه وسلم So at work that's your rules At work that's your rules Everybody has to follow unless they come with a clear and acceptable excuse as we'll know later in the story of the Hufuf and Sulaiman Again, سبحان الله العظيم الله تبارك وتعالى يقول في سورة الإسراء لا يسألونك عن الروح كل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا أنت تتحدث عن نبي الملك الله تبارك وتعالى أعطاه من الملك ما لم يحطيه أحدا قبله وما لم يحطي أحدا بعده ويأتي هذا المخلوم الصغير فيخبر هذا النبي الملك أو هذا النبي الملك أني قد أحطت من العلم شيئا أنت لم تحط به ونأتي نحن في هذه الأيام كما كنت أتحدث أسبوع الماضي إنسان جديد في تعلمه يتعلم بالتدرج ولا يعلم كثيرا وإن قال شيئا لا نثق فيه بل ربما أنطقه الله بالحق الذي لم يعلمك إياه سيدة موسى عليه السلام الله تبارك وتعالى حينما قال موسى أنا أعلم أهل الأرض أراد الله تبارك وتعالى أن يعلمه أن ما أتيت من العلم لا شيء بجانب علم الله تبارك وتعالى اذهب وتعلم من هذا الرجل الذي هو ليس نبي على غالبه أو على أغلبية رأي العلماء أم خاطر إذن أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين فلا يعلم الغيبة إلا الله تبارك وتعالى وتعالى حتى الأنبياء لا يعلمون الغيبة لذا كان المنزل من المتحدث بعد أن يتبع فيه لكي لا يتبع فيه وقال ذلك ليس مرحباً فهو مرحباً يتعرضه فهو يتعرض أنه سيكون في محيطة مع سليمان إذا لم يتعرضه لأسفل المسلم فهو مرحباً يتعرض لهم يتعرض لأنه يتعرض لأنه يتعرض لشيء شيء الذي يجب أن يكون ماذا يحفظه يجب أن يكون ماذا يحفظه وأنا أخرج من هذا المكان في يمن و سيدة سليمان في فلسطين مع مهم مهمة 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 هذه هي مهمة جيدة وما أتيت من العلم إلا قليل وما أتيت من العلم إلا القليل وما أتيت من العلم إلا قليل إنها رفض لا ت Arguoff becoming something from the knowledge of Allah so like that a great prophet & king & a little creature his telling him that I got of the knowledge that you personally are yelling at or أدب أن يأتي لأقي أحده من هذا المكان في اليمن ويأتي الكثير من تلك المجردين كما أتفهد أن أتفهد وهو هذا مهم للأمر أن الله سبحانه وتعالى هو أن يبلغ النظر الله سبحانه وتعالى هذا أحد من الشيخ فهي أحد المجردين إن الله عنده علم الساعة وَيُلَكْسِنُ الْغَيْفِ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَوْحَابِ وَمَا تَدْعِي نَفْسٌ مَا لَا تَكْسِبُ غُدًا وَمَا تَدْعِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُودٍ so nobody knows the unseen and you come today and you find people he doesn't go out in the morning until he checked the horoscope until he phoned somebody or he has some difficulties or hardship in his life so he has to check with this fortune teller or whatever those readers they read the Bible or whatever it is at the end of the day all these things is haram and nobody knows the unseen except Allah subhanahu wa ta'ala believing in that takes you out of your deen takes you out of your iman takes you out of Islam regarding this it's stuff that's related to the topic but something happened yesterday and a brother was talking to me about it يعني in some cases we have a problem with سِحْ مَاجِكَ black magic or evil eye or a family member suffering from something and all what we go on and assume from the beginning we don't try anything we don't try reading Quran we don't try reading the azkara we don't try prayer we don't check on the practice of the person does he or does she pray or mad we don't care about all of this all what we have in our mind that there is a jinn in this person and I need a brother to help getting or taking the jinn out this side of the issue we discussed it before that not all the cases you will find a person has magic or has jinn or has whatever but some cases you will find it three but the other problem that I was talking about in the yesterday with the brother is those people who use this as a business use the ruqya shara'iyya as a business يا أخي الله تبارك وتعالى the Prophet صلى الله عليه وسلم explained to us that when you read these ayat with a sincere intention believing that it's a shifa' الله سبحانه وتعالى will give you the shifa' if you are the sick person or the other person will give the shifa' إن شاء الله تبارك وتعالى but if we take it as a business and we we stipulate money for that the session with that you're not a physician you're not even educated all what you get you print it out from check Google you get it and you read it on the person and you assume and you're just you're telling me that that's how I charge that's how I do it I don't even trust that and please do not trust those people this is not a business يا أخي it's a iman it's a fail a group of sohabah they were يعني out for in the journey and they they got stuck and they need some food from the closest tribe to them and they get to know that the chef of the tribe he got something يعني with him something wrong with him he got stuck so they approached the sahaba that we need we will provide you with what we need what you need provided that you try to give يعني to cure our chip then one of the sahaba all what he did he just read al-fatihah al-fatihah only the surah that we read at least 17 times a day but he read it or he read it with iman faith in his heart that inshallah he knows that there is a but to go with this intention we have your bag you have your tools it's not this it's not a business it's not a field of study that you study to be qualified it's not this it's something in your heart try it yourself first do not seek help from somebody else that it might not be a person who doesn't even pray who doesn't know quran who doesn't read quran so I personally I tell the brothers I don't do it I don't do it personally but I don't refer to anybody because I can't I can't say that I trust this or I don't trust this but at the end of the day nobody can take this as a business الرقية الشرعية واستخدام القرآن ليسا للتجارة وإنما هي تصديقا لتوجيهات النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الإطار فإن وجبنا في هذا الأخ الصلاح علامة الصلاح والتقوى شاء الله استعم بالله تبارك وتعالى وسألهم أن يساعدك إن شاء الله وتبارك وتعالى وإلا إن جاءك بهذه الإشتراطات والطلبات المدية يعني آمر أن نستجيب لهؤلاء حتى لا يعني نجعلهم يزدادون في ذلك بل يجب أن نوقفهم عند حدهم فالدين ليس يعني سلعة تباع وتشترى والحرآن ليس سلعة تباع وتشترى لذلك لا يعلم الغيبة إلا الله So he came that the hope and he came and he told me you know إني وجدت مرأة تملكهم وأوجيت من كل شيء ولها عرش عظيم and you look at the honesty in transforming the information now you are sitting with a group of people you're talking about something and you've been asked to write a report at work I'm writing a report and your employer asking you to write a report about a meeting that you have you can switch the whole fact with your words and you can be very precise about what happened as exactly the hope for them and this is a great lesson for us he said that إني وجدت مرأة تملكهم or what I see a woman ruling over them and this lady was given everything all the king can get and she had a great throne that's exactly what I've seen إني وجدت مرأة تملكهم he exactly gave him honestly a picture of what he've seen and this is what we have to do we cannot just يعني add يعني usually I say when we try to transform the information everybody adds and everybody narrates this way and it's not in our side we cannot do this we are not authorized to do that and it can lead to a great problem for the people then Sulaiman just to surprise because I think it's going to be taking long time Sulaiman to teach us Allah is teaching us again a great example this is the last example and the last lesson that I'm taking from this story from this the story of Sulaiman and the Hugu is one of his great army he listened to him for sure he's not going to lie to him so your close friend your son the most dearest person ever to you is telling you something your wife the person that you can never say that she's telling lie to you she's telling you something then all what we do in our life that we react right away based on what we heard but Sulaiman is saying قَالَ سَنَنْظُرُ let us think about what you said أَصَدَقْتَ if you are telling the truth or you are one of the liars أَمْكُمْتَ مِنَ الكَاذِبِينَ so you have to whenever you hear something you have to verify it you have to make sure that what you heard is the right story otherwise you're going to harm other people that's what Allah said سورة الحضرات يَعْدُوا الَّذِينَ آمَلُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَهٍ فَتَبَيَّنُوا أن تُصِيبُوا قَوْمًا مِكَهَالَهُ وَيُبْلِكُونَ when an evil person comes to you with the news just verify it you might harm other people why you don't know you might harm other people and by the way the amazing thing about this ayah أن هذه آية نزلت في صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الوليد ابن عُبَّة ابن أبي معيد رضي الله عنه كان يعني أسلم والنبي صلى الله عليه وسلم أرسله على صدقات بني المسطرق وكان بينه وبينهم عداوة قديمة فقرضوا يستقبلون رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدهم كذلك ظل أنهم قرضوا لقتله فذهب لم يتحقق من ذلك ولم يتحكد من ذلك ذهب مسرعا إلا النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله لقد قرضوا يريدون قدله ومنعوا لي الزكاة وهذا لم يحدد صحابهم من الصحابة نزلت الآية فيه فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا خالف رضي الله عنه بسرية حتى يستودق إن كانوا خرجوا على الدين لهم إعقابه وإلا يعني يتيني بزكاة أموالهم فجاءوا مسرعين لما رأوا أن الرجل عاد بدون أن يتحدث معهم تأروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لرسول الله خشين أن يكون بلغهم شيء منك عننا غضب منك عننا أو منك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عننا بني المصرع فجئنا يعني نستودق من الأب فأتأكد النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك ونزلت هذه الآية فأتأكد النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت هذه الآية أو صلى الله عليه وسلم أبن أبي مؤيت كان إضافة لإن أمرة أمور الله سالسلسة لقد قمت المؤشرات عن بل المستلع خاص من المستلع بعد نفس المؤشرات بين أمور الله وسلم إضافة ومستلع كانوا بأمور جيدين وكانوا بخاص بها ولكن الشخص كانوا بالتعامل في جهري أنه فارسلسة بمن أخراهم حينما دخلهم يمتلكون يمتلكون وكانت رحيمة وكانت الدكسة على هذا الدكسة وكان أعلم وكانت ان يزال أنهم يأتي لهم إذا أقوم بكاء مرة أخرى بالنسبة لأنه دائمت بأنه لم ينزل و لم ينزل SW جاركت مباراً إذا قدت بأنه مرة أخرى السمع الذي نفسه مهما في القmos through المشاطة من سبقنا بشكل كذلك تلك الم grounded فوق تحقيقه فبرها ماذا يحدث me هل تحدث شيئاً عننا والسلام كان المدينة فوق تحقيقه نعم ما الأمر لا يعرف ماذا يحدث فهو أمر ماذا يحدث فقد ما تحدث جداً ما حدث من الصحابة كانت مجدداً من الوليد ابن عبت ابن أبي المعيد وهم لم يكن لديه أي مشكلة لتعطيه الله سبحانه وتعالى لذلك الله سبحانه وتعالى دقائمًا هذا يجب أن تفعل قال سيدنا سليمان قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين يجب أن تكون في طريقك كل الوقت يجب أن تقوم بخصوصاً تقوم بخصوصاً فرقك لا تقوم بإمكانك لا تقوم بإمكانك أنه هو المخصص الأولى أنا أتحدث عن أحد الأمور صحابة الله سبحانه أعلى لقال كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثاً يفترى إن شاء الله سننتقل بكثير عن هذه الحصولة إن شاء الله تبارك وتعالى أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم وقلوا الله تبارك وتعالى وأنتم مبتنون شكراً